السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الفيديو ده النسخة الانجليزية المترجمة من الفيديو التاني لبحثي فنبتات ونبتدي ونقول بسم الله كل دي جدور نبتات والغريب ان احنا بنبص على موضوع الخرايط الامر السماعي وبنشوفها بعينينا بس بنكد بعينينا اكيد كلنا بنلغس حاجة زي كده يعني اللي بيبص بالامر الصناعي او ما يسمى الخرايط بالامر الصناعي بيلاحظ ان الجبال بالشكل ده لكن بيبقى مش عارف يقول ايه يعني اعمل ايه هل هي فعلا كده ولا عناية مش شايفة ولا عناية بتكذب ولا ايه ده كلها كده سلاسل جنب بعض ممتدة ما بين الصين والهند واندونيسيا والدول دي كلها سلاسل في كل حتة بنفس الشكل سلاسل في كل حتة بنفس الشكل ليه الاسرار على الكتب والتزوير والغش في العلوم ليه او زي ما حضراتكم شايفين هاي ولا عنده تجريكستان كمان هاي ننزل لها كمان نبص عليها نفس الكلام جدور نبتات دي ولا مش جدور نبتات دي ولا مش جدور نبص عليها نبتات دي ولا مش جدور نبص عليها تعالوا نروح الجبال اللي هي في اوروبا هي جبال القلب لعند اقطاليا والدول دي بس بسره نفس الكلام جبال الخضر الجميلة بتاع تروب نفس الجذور العين خير دليل قبلغ من عشرات الكتب اللي بتتكلم طب تعالوا نشوف سلاسل جبال تانية في هنا في النرويج اللي هي برضو نفس الموضوع طيب تعالوا نشوف سلاسل جبال تانية في هنا في النرويج اللي هي برضو نفس الموضوع ولو بصينا على اتجاه الجزر نابع منين هنليه جامل بحر كله متصل ببعضه تعالوا نروح جبال حضرموت هتلاها جميل جدا في اليمن اشتركوا في القناة ننزل كده في اليمن نشوف الجبال نتلاقوا حاجة تحفة شوف الجبال عملت ازاي سبحان الله وكأنها لوحة شعائفة تحفة 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 تحفات تحفة 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 واضح انها جدور واضح جدا دي كلها سلاسة جنب وابعض طيب نشوف مكان تاني نروح الجبال اللي هي في امريكا الجنوبية على معتقد اسمها الامديز هننزل هنا ونبص نفس الكلام جدور انا بستعرض مع حضراتكو على السريع كده وممكن تفصلوا مع نفسكم انا اوضحت لكم الطريق ممكن كل انسان يتأكد بنفسه قدور كلها قدور خاطر انا بقية ممكن ان اعطلوا انا بمجرد انا بمجرد انا بمجرد بازن الله يعني كان ده مفاجأة فاللي جاي مفاجأات اكبر واكبر بفضل طيب ده كده نهاية الجزء التاني ونتقابل ان شاء الله في الجزء التالت من نفس الموضوع ده وبعد كده الحلقة الرابعة بازن الله او الفيديو الرابع هنبتدي نشوف ادلة غير موضوع الامر الصناعي بازن الله وما وصكوش على الاتفاقنا علي في الحلقة اللي فاتت وانا مش هقوله وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته